إني ذاهب إلى ربي سيهدين إذا أحسست بالغربة كلما رأيت هذه التنازلات التي لا تحصى من حجاب يخلع أو اختلاط يفجع أو ثوابت تتبدل ضياع للفضيلة وانتشار للرذيلة في كل مكان فتذكر قول نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك لا يغر أنك قلة السالكين في طريق الحق ولا يغر أنك كثرة الهالكين في طريق الباطل أنت الجماعة ولو كنت وحدك إن إبراهيم كان أمة قانتة لله كلما عظمت الفتن عظمت أجور الثابتين على الحق فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون ما أفسد الناس تمسكوا بدينكم بل أمر ليس بالهيين كل شيء من حولك يدعوك للفتنة حتى جهازك الذي بين يديك اليوم أصبح أشد خطرا عليك أيها القابض على دينك في معمعة الفتن كن سراجا منيرا في ظلمة المسير تنير الطريق للحيارة والتائهين يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذ اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون